ناقش محافظ مارب اللواء سلطان العرادة مع قائد قوات التحالف العربي بالمحافظ اللواء الركن عبد الحميد المزيني ومدير قطاع النقل في البرنامج السعودي لتنمية وعمار اليمن خطط البرنامج لاستكبال إنجاز مشروع مطار مارب الدولي وعرب المحافظ عن تقدير السلطة المحلية للاهتمام الذي يوليه المركز بمحافظة مارب في مختلف المجالات مؤكدا أن ما تقدمه المملكة من إسناد أخوي كبير للشعب اليمني وحكومته الشرعية يمثل عنوانا للأخوة الصادقة في هذه الظروف الاستثرائية من جانبهما أكد قائد قوات التحالف العربي بالمحافظة ومدير قطاع النقل بالبرنامج السعودي اهتمام قيادة المملكة بمحافظة مارب وحرصها على دعم الاستقرار والتنمية في المحافظة والتي تشهد حراكا تنمويا واسعا وباتت تشكل ملاذا آمنا لملايين اليمنيين من مختلف المحافظات الخاضعة لميليشيا الحوث الإنقلابية المدعومة من إيران